اسمي خالد أبباكير سترطا عشر سنة قضيت أربع ليالي بزنزانة أنا زي أمان أهلي معي ولا مرة تخيلت أن أتشونه بزنزانة الحالة مرة بالليل نخلق الجيش على بلدنا كانوا بعتقلوا الناس اليوم الثاني عرفتنا أنه ما يتجدنا بالحارة اليوم هو بيجي ويعتقلوا الناس من الحارة عندنا ويعتقلوا كل أهل تسطوا بك اعتقلوا كلهم حتى الأطفال فاتوا سي المتوحشي عدوا وقضوا على الباب بعدين طلعونا وحطونا على حفة الشارع وشبحنا هناك بعدين طلعونا على الجب غمغمونا وشتفونا لما حطونا في الصفة الدوتان فكيت أعرف أن أبوي وكل أهلت معي وشوفت أمي مصفغني هناك وبعدين ردونا على التحقيق خلبشوني بداي بالحديد وجري بالحديد صاروا محاقق معي بخوفي مخوفي صغيري بقى عندي أربعة محاققين في واحد أربعة واحد بكي سأل بيجي واحد بكي كل أنا بحتي إشي شروع كل تذاب في واحد بكي يبسك علي صاروا كل المحاقق والله راح بسك مؤبدات هايش جاك اللي خفت منها وأنا أول مرة يحققوني بجلس ست ساعة أربعة بعد أن نصروا كل دقائق روح تغيح بزنزالتك تين أروح تين أردو يجي واخدوني قال إن أقول إن عمي لزمة أقول لرمى الحجر قد تين أروح فوقتوا لها الزنزالة لحالة ولا أبعرف شو هي أسألة فطة لها هي فيها أربعة لمباط فوق وفيها المرحاض الميت تغسل هي للشرب أخرا هاي الزنزالة ثالثة متر بثلاثة متر و بكيت أعطونا فرجتين وعطونا بطنيتين حرامين كل الوقت كنت أحسه يعني بطيء وزيزالي لحالة بكيت تعرف إشي بكيت تعرف شو اليوم بقيت تعرف كده الساعة بكيت تعرف إنه الليل ولا نهار وعنما زيزالي بكيت ظلنا أفتر بأهله وبأهل كلها يعني أبوي بتركت هالي زغائل كنت أقول لم أودون عند حدا يعني أودون عند واحد أتسلم عامة أتسلم معاه أشكيل وهمة حياتي بتخليصين أتقول لحالي بشعر يعني بتمنى لا صديق ولا أدوم نذوك كنت أ bor Unf Moo